بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله دلوقتي في الفيديو ده هنتكلم عن واحد من اهم الامراض اللي بتصيب القلب وهو او الفشل في وظائف القلب زي ما قلنا في المقدمة بتاعة ان هو عدم قدرة القلب ان هو يضخ الدم بصورة كاملة وبالتالي الدم بيوصلش للأعضاء بالاية بالكمية الكافية فبيحصل ايه بتحصل السيمتونز تاعة الهارت فليل الهارت فليل او الكونجستف هارت فليل عندي بتقسم لي حاجتين فيه السيستوليك هارت فليل وفيه حاجة اسمها ديستوليك هارت فليل وفيه برضو الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فليل دي بتعتبر حالة امرجنسي او حالة خطيرة من الهارت فليل المريض فيها لازم بتنقل فيها عالمشتشفى وبياخد علاجات معينة لان هي لو اه تثابت بممكن تؤدي لايه اللي يحصل هارت بلوك او سكتة قلبية والمريض بيموت السيستوليك والديستوليك هارت فليل بيعتبروا آآ كيس من الهارت فليل المريض بيبقى ماشي فيهم على ايه على ادوية ده كده الايه الانواع بتاعته آآ تعالوا نعرف بقى الفرق ما بين السيستوليك هارت فليل وي الديستوليك هارت فليل نعرفهم من الرسمة دي الرسمة دي بتعبر عن ايه بتعبر عن الشكل التشريح بتاع الايه بتاع القلب فاحنا عارفين طبعا ان آآ الدم في المنطقة بتاعة ايه الليفت فنتريكولز او البوتين اللي هو الايسر بيبقى في الايه بيبقى في الاورطة فلما بيحصل انقباط في عضلة القلب الدم اللي بيبقى فيه الليفت فنتريكول ده بيتضخ عن طريق الاورطة وبيروح لايه لاجزاء جسم الايه جسم الانسان والدم اللي بيبقى خارج ده بيطلق عليه اسم الكارديك او البوت المريض بقى اللي عنده هارت فليل والنوع اللي هو السيستوليك بالذات بيبقى فيه عنده مشكلة المشكلة ان بيحصل ان بيبقى فيه مشكلة فيه العضلات بتاعة الليفت ايه الليفت فنتريكولز ده لو المشكلة عندي هنا فيه الانقباط بتاع الليفت فنتريكولز يعني القلب مش قادر يعمل انقبادة بصورة قوية وبالتالي مش قادر يضخ الكمال اللي هتخرج من من الليفت فنتريكولز دي للاورطة هتبقى ايه هتبقى قليلة في الحالة دي بنسميها ايه بنسميها سيستوليك هارت فليل يبقى سيستوليك هارت فليل بيبقى مشكلة في انقباد عضلة البوتين الايسر او الليفت ايه الليفت فنتريكولز وبالتالي الكارديك اوت بوت بيبقى ايه بيبقى قليل أما الـ Diastolic Heartle failure بيبقى فيه مشكلة في العضلات برضو بتاعة Lift Ventricる بس بتبقى مشكلة فيه Relaxation الدم اللي بيجي من اللونج وبيستقبله Lift Ventricる دوت عشان يستقبله لازم بيعمل عملية امبساط للعضلات أو Relaxation للعضلات عشان يستوعب أكبر كمية دم فيها أكسورجين عشان بعد كده يضخها فساعات أو المريض اللي بيبقى عنده Heart sounds ده يبقى عنده stiffness في العضلات بتاعة Lift Ventricる دي بالستيفنس يعني تايا بوسفان ما بيحصلش انبساط بصورة كبيرة. فالدم اللي هيبقى داخل هيبقى قليلة. وبالتالي الحصيلة في الاخرى هتبقى قليلة. بقى ازا كده انا عندي نوعين من الهارتفيلر بتبقى مشكلة في الكنتراكشن بتاعة. وبالتالي الكارديك بيبقى قليلة. اما الستوليك هارتفيلر بيبقى في مشكلة في الرلاكسيشن بتاعت الايه? بتاعت ايه? اه. وبالتالي برضو الكاردياك اوتبوت هيبقى ايه? هيبقى قولين. فيه انديكيتور اه ممكن يستخدم او الدكات اللي بتستخدمه في ان هم يعرفوا الفرق ما بين اه او اله هو الايجيكشن فراكشن. الايجيكشن فراكشن ديت بيبقى ليها نسبة معينة. لو كانت اقل من اربعين المريض ده بيبقى عنده لو كانت اكتر من خمسين يبقى ده بيورمز الى يعني ويه ده بيورمز لها الى دي اللي هي بريزرفت اه بريزرفت اه هارتفاليو اللي بيكون فيها اكتر من خمسين في المية. طبعا بلاس السيمتومز اللي بتظهر على المريض بتاع الايه بتاع الهارتفاليو. ده كده اه الفرق ما بين والدياستوليك هارتفاليو. تعالوا بقى نتكلم عن اه كل مرض او كل نوع من الهارتفاليو بالتفصيل هنبدأ بالسيستوليك هارتفاليو. اه زي ما قلنا في الكاردياك اوتبوت بيبقى اقل من اللي هي الكاردياك اوتبوت بيبقى ايه? ده التعريف في الاشمل بتاع الايه بتاع او الاشمل بتاع مين بتاع الهارتفاليو. التعريفي بقى السيستوليك هارتفاليو. left ventricle loses its ability to contract normally. the heart can not bump enough force to push the enough blood into the blood circulation. والاجيكشن فريكشن بتبقى اقل من اربعين في المية. ده كده الديفنيشن بتاع السيستوليك هارتفاليو. طيب نتيجة بقى المشكلة دي. القلب بيحاول يعالج نفسه بنفسه. فهيعمل ايه? فهيعمل حاجة اسمها compensatory mechanism. يبقى المريض اللي بيبقى عنده حصل structure problem في القلب ديت. اللي هي عاملت سيستوليك هارتفاليو والكاردياك اوتبوت قل. فالمريض بيحاول يعالج نفسه بايه بنفسه. فبيعمل حاجة اسمها compensatory mechanism. ايه هي compensatory mechanism بقى? تعالوا نشرحها مع بعض في الايه في الرسمة دي. لما الكاردياك اوتبوت بيقل بيحصل ايه? اول حاجة بيحصل stimulation في الاوتروميك نيرفوس سيستم. الاوتروميك نيرفوس سيستم ده اا قلنا اللي هو في السيمباساتيك نيرفوس سيستم. فالسيمباساتيك نيرفوس سيستم هيعمل هيعمل ريليز لمين? هيزود ريليز بتاع النور ادرينالين والادرينالين. اللي هما خاصين بمين? او بيمسكوا في انهي موجودة في القلب اللي هي البيتا ايه بيتا وان موجودة في القلب. وبالتالي بيعمل لي بيزود بتاعة الايه بتاعة القلب. ويزود ويزود بتاع القلب. ويحصل وبيظهر بقى الموضوع ده في شكل ايه? في شكل تاكي كاردي على ايه? على المريض. دي اول نقطة. النقطة التانية بيحصل زي ما قلنا في ان الدم لما بيقل عند بعض الاعضاء الجسم او بتاعة الجسم بيسميها ببرفوجن. وخصوصا الكلة. الكلة لما الدم اللي وصل لها بيبقى ليل. فيحصل ايه? فيحصل استيميوليشن للراس سيستم. اللي هو الراس سيستم. وزي ما اتكلمنا في الانتروداكشن ان الراس سيستم ده بيطلع لي اهم حاجة عندي اللي هو مين الانجيو تينسين تو. الانجيو تينسين تو هيروح عامل هيعمل 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 سوديو موتا ريتنشن. اه وهيعمل استيميوليشن للنور ايه ادرانالين و النور اه ابنيفرين للادرينالين والنور ادرانالين. اه وهيعمل اه استيميوليشن او wedền skip يحصل سوديو موتا ايه سوديو موتا ريتنشن برضو. يبقى. اه في الحالة دي هيحصل ايه هيحصل ايه بقى هتظهر عن مريض ايه. الاعراض boys تايكي كارديا لان حصل آآ زيادة برضو تاني في النور ادرانالين والادرانالين هيحصل شكل الكزين الإديمة ان هو آآ زيادة نسبة الميا في الجسم المريض هتلاقي اه جسمه في ميا اللي هي اه نتيجة حاجة التالتة هيحصل ان ضغط الدم هيعلى نتيجة ايه بيعمله مين يبقى كده خلاصة اللي هي بتحصل اه نتيجة ده او الجسم بيحاول يعالج او القلب بيحاول يعالج نفسه بنفسه ان اول حاجة بيحصل اه يطلع النور ادرنالين والادرنالين يمسك في بتا القلب وبالتالي يحصل اه زيادة او بتاعة القلب فبتظهر في شكل تاكي الحاجة التانية نتيجة اللي بيوصل اه اللي بيحصل فيه الكدني الدم اللي بيواصل الكدني بيبقى الليل هيحصل للراس ايه للراس سيستم هيطلع الايه وهيطلع الانجيوتينسين تو تمام طيب اللي بيحصل بقى نتيجة كده بيحصل اه وبالتالي هيحصل هايبرتينشن تلاقي المريض ده ضغطه عالي هتا هيحصل سوديو موتر ريتينشن نتيجة الانجيوتينسين تو نتيجة الايه الالدستيرون نتيجة الانتديروتك هرمون وبالتالي هتلاقي المريض ده عنده ايه عنده اه اديمة او تكون مياه في الايه في الجسم يبقى كده تلاتة اه سيمتومس دول اللي هما التاكيكارديا والاا اه اديمة او ارتفاع ضغط الدم برضو بيحصل ان المريض بيحس بها مدان او بايه بسفير فاتيج في ايه في جسمه ده كده الكومبنساتر ميكانيزمي الايه اللي الجسم بيعملها نتيجة الايه الهارتفير الكومبنساتر ميكانيزمي ديت لو استمرت ممكن القلب بيحصل له نوع من التحور بيحصل حاجة اسمها بيحاول يتحور بحيس ان هو يبقى خلاص متكيف على كده ان هو ايه سرعة القلب او الهارتبيت حتى هتلاقيها بدأت تبقى عالية تبقى خلاص هو هيستمر على كده فده بيسمي ايه ايه او الشكل بتاع القلب بيحصل له ايه او تكيف على الحالة اللي هو فيها الا ازا تدخل او تدخلنا بالايه بالعلاج يبقى ايزا هنا بيقول عن طريق كومبنساتري ميكانيزم فبيحصل ايه بقى بيحصل وبيحصل النور ادرانالين او النور بيزيد طيب في سؤال هنا هل انا قدر استنتج بتاعة من الساطريندور ايوا قدر استنتجها قدر استنتجها ازاي ازاي عالج ما كتير في الجسم فهد دي حاجة تعمل ايه ادران المية يبقى ده ايه هدي ديوريتك بقى انا عندي هنا اول علاج فعليه في المالشم بتاع الهارتفائل اله هو مين هو ايه ديوريتك طيب النيورو هرمان اكتيفتي اعمل لها ازاي او اوقف هزاي هعمل لالتالاتة دول النور ادراني كان ايه اللي بيعمل انهيبيشن ليه النور ادرانين ادي حاجة اه اه تمسك في الرسيبتور ما كان النور ادرانين يعني هدي بيتا ايه هدي بيتا بلوكر طيب عايز هادي حاجة توقف لي افراز او بتاع هادي ايه يا اما طيب عايز هادي حاجة توقف لي مفعول هادي حاجة ايه انتجنس يبقى كده من استطرين دون احنا كده قدرنا بتاع الايه بتاع وهنتكلم عن كل واحد بعد آآ عن كل واحد فيهم بالايه بالتفصيل قبل ما ندخل عن آآ حابين بس ناخد فكرة سريعة عن ومعلومة سريعة عن الايديمة ليتكون المايا في الجسم بيقولك الايديمة بتبقى سببها في الموفمينت المايا اللي موجودة فيه بيبقى فيها طبعا كمية معينة من المايا كمية معينة من المايا دي بيحصل لها ايه بتخرج برا في المنطقة اللي ايه حوالين اسمها فبتعمل ايه بتعمل الايديمة طيب ايه السبب قالك فيه اربع سباب اما يكون حصل زيادة في او النقص في البلازمة انقطيك بريجر الهايدروستاتيك بريجر والانقطيك بريجر دول ضغط آآ يعني بيبقوا مسؤولين عن آآ خروج ودخول آآ آآ خلال ايه خلال آآ بلاد فيزلز دي فلما الكابيلر يا هيدروستاتيك بريجر بيزيد ده معناها ان نسبة اللي جوه آآ هتخرج برا الايه هتخرج برا آآ بلاد فيزلز فالمية هتتجمع ايه برا البلاد فيزلز في الانترستيشل سبيس اما لو الانقطيك بريجر ده او اللي هو ليه اسمي تاني اسمه ازموتيك بريجر لو الازموتيك بريجر ده قل هيحصل ان الفلويدز هيخرج برا الايه بلاد فيزلز ويكون حوالين حوالين في الانترستيشل سبيس آآ اما ممكن يكون سببها في البرمابيلت ديت اللي هي بنقدر نوع عليها معدل دخول ويخروج الايه الفلويد من الايه من البلاد فيزلز ده البرمابيلت دي لما بتزيد ده معناها ان المية او الفلويدز هتخرج برا الايه البلاد فيزلز وتعمل الاند وتعمل لي برضو الايه الايديمة ممكن يكون سببها في آآ سيستم وده بيبقى آآ مشكلة في مرضى عندهم آآ مشاكل في الليفر او في الكابل يبقى دول الاربع اسباب الرئيسيين اللي ممكن آآ يسببو لي اديمة آآ ديكريس في البرمابيلتي اوف زا كابلاري في اللي هيستم الامراض اللي بيكون السيمتوم بتاعتها ها اديمة عند كورونيك هارتفيلير او كونجيستيف هارتفيلير الرين الفيلير والليفور ديزيز دول اهم ثلاث امراض بتظهر فيهم الايه بتظهر فيهم الاديمة في بعض الادوية برضو ممكن تعمل اديمة زي السوديوم زي اللي هو الاندوميساسين وده اشهرهم والمينوكسيديل اه وده واحد من الفازو دايليتورز اللي ممكن يعملوا ايه اديمة اه يبقى ده كده اه يعني تعتبر معلومات بسيطة عن الاديمة نبقى عارفين يعني اديمة وايه هي اسبابها وايه هي الامراض اللي بتظهر فيها الاديمة وايه هي الدرجة اللي ممكن تعمل لي ايه تعمل لي اديمة نتنقل بعد جده على الكلاسيفيكيشن بتاعت الهارتفيلير يعني حابين نعرفها كده اه اه كمعلومة عندي منظمتين اه بيصنفولي الهارتفيلير السيفيريتي بتاعته منظمة اسماها الاميريكان اه كولوج اوف كارديولوجي او الاميريكان هارت اسسيسيشان وفيه منظمة تانية اسماهانيها او نيويورك هارت اسسيسيشن لااميريكان هارت اسسيسيشن بيقسمها لي الاربعات marker اي بي و سي و دي.velessage اي دي بيقولك ان المريد ما عندهوش اي في اي الهارمت لكن عنده ريسك اي الى الي حصل له هارت فليار وما عندهوش اي سيمطوم. بيقولك ان حصل دامج في الهارمت لكن مش ظاهر عليه اي سيمطوم اما بيبقى فيه فيه غوامت لكن وبتظهر عليه بقى الهاري ايه سيمطوم ال Canadair ده بيقولك ان هي بتبقى في حالة متأخرة ولازم يبقى فيه ايه انتALK اما النيها كلاساسي العاستم تهولي الى اربعة آآ كلاس بيتقول ان ما فيش اي آآ ان الشخص دوت مع يعني بيجي يعمل مجهود آآ بيجري مسلا او يعمل مجهود كبير ما بيقاش فيه اي للمجهود ده وما فيش هاي ده يعني يعتبر ايه بني ادم سليم. اما بيقولك ان بيبقى فيه بتظهر على او الشخص دوت مع الفيزيكا الاكليميجي يعمل مجهود كبير بتظهر عليه السيمتومز بتاعت لكن في ما فيش اي سيمتومز. اما كلاس تلاتة بيقولك ان ف يعني اللي هي العادية يعني مسلا في حالة الماشي في حالة لو هو مسلا يطلع سلم او في حالة لنه مسلا يقوم يتحرك من مكان لمكان في حاجة وسيطة بتظهر عليه عني لليعلى السيمتومز. لكن هو مرتاح او قاعد ما فيش اي سيمتومز بقى بيقولك لackopf ايه بيظهر عليه الاعراض وهو حتى ايه حتى قاعد او نايم. يبقى دي كده بتاعة النيها بتاعة ال ايه開سوسش. يعني نقراها نبقى عارفين الفرق بينهم. نتكلم بقى على الجزء المهم بقى بالنسبة للهارتفيلر هو هنتكلم عن حاجتين زي ما قولنا في الاول هزاي عالج وازاي عالج هنعالج بالدايوريتيكس. اهم واحد يستخدم في علاج الهارتفيلر هو وخصوصا الفروزيمايد اللي اسمه التجاري لازيكس ليه لان هو لو مش جايب نتيجة ممكن اضيف عليه ايه السايزايد زي الهيدروكلورسايزايد او الاندبامايد اللي هو الاسم التجاري بتاعه التفاصيل بتاعت الديوريتيكس الميكانيزم اكشن بتاعها والدراج الانتراكشن والادفريس دراج الانتراكشن احنا تكلمنا عنها بالتفاصيل في الانتراكشن ممكن نبقى نرجع لها لو حابين في ايه في الانتراكشن بتاعت الكارديو فاسكورا سيستيم طيب الجزء التاني بقى بتاع النيورو هرمون البلوكيج زي قلل بقى الاكتيفتي بتحصل او الكومنساتري ميكانيزم ديت احنا قلنا عندنا ثلاث حاجات بيحصل لهم زيادة الانجيوتينسين اه تو والنور ادرينالين او نور ابنيفرين والالدوستيرون نوقف الانجيوتينسي توز ازاي بالاسي انهيبتورز تمام طيب ايه هي الرول بتاعت الاسي انهيبتور في الهارتفليور بيقولك انه هو شوت بي يوزد ان اول بيشنت ويز حتى لو كان ايه ده لو لازم يحصل لازم المريض ياخده لو اه تم تشخيص انه هو عنده عنده مشكلة في المنطقة بتاعت اللي كلمنا عليها في الاول في الرسمة حتى لو ما كانش ظاهر عليه ايه اي سيمتومز يعني يقدر نصنفه طبع كلاس ايه طبع كلاس ايه كلاس او كلاس ايه او كلاس اه اللي هي اللي هي موجودة في طيب ايه هي الرول بتاعت الاسي انهيبتور في الكرونيك هارتفليور او في الكونجيستف هارتفليور نو بيمنع الريمودلينج اللي احنا قلنا عليه ان القلب بيحاول يتكيف على الوضع اللي ايه اللي حصل اه في نتيجة الايه الااااا ده مش ده فالاسي انهيبتور ما بيتاخد بيمنع الريمودلينج ده بيقولك كمان ان هو بيحسن الوظيفة بتاعت وبيقل المرتلتي ان هو معدل حدوث الوفاة نتيجة الايه المرض ده لو في مشاكل اه ليه الاسي انهيبتور او اي مشكلة تانية بنغيره بمين بالاربس وخصوصا لو كان في هايبركاليميا او انجيو ايه انجيو ايديما ده كده بالنسبة الافكس التفاصيل بتاعت الاسي انهيبتورز دراج انتراكشن والميكان السلاشة والكلام ده كله برضو موجودة في الايه في المقدمة الدراكز بقى اللي بتستخدم في هي اه معظم الادوية اه واحدة تمام زي الكابتو بريل والانالو بريل والزينو بريل والرامي بريل اهم حاجة نعرفها ان المريض لازم ياخد التارجد دوز ديت في علاج الهارتفيل لان هي لو اقل من كده مش هجيب لنتيجة لو اكتر من كده ممكن تخني في ملوش لازمة اهم حاجة بعارف الايه تضاي التارجد دوز الكابتو بريل خمسين مليجرام طلعت مرات الاينالو بريل عشرة ملي مرتين الزينو بريل عشرين ملي جرام مرة واحدة البريندو بريل تمانية ملي جرام مرة واحدة والرامي بريل خمسة ملي جرام مرتين في اليوم ده كده بالنسبة للادوية بتاعت الاي سي انهيبتور والكومنس بتاعت كل واحد برضو احنا تكلمنا على في انترو داكشن اما حاجة نعرفها مين هو اللي هو الينالو بريل والفود بيتأثر بالايه اللي بيأثر على عشان كده لازم يتخذ على بطن فاضي. ديت الادوية اللي بتستخدم في علاج في علاج طيب الحاجة التانية اللي كانت بتزيد لك ايه النور او النور فهندي مين هندي طب هندي ليه عشان اه اعمل اللي بيجي عليها مين النور ادرنالين ده او اللي هي طيب ايه دوره في يقولك ان هو بيضيف اه بيضاف على يبقى مريض هياخد تمام? وعنده اه اه المريض اللي هو اه وعنده مشكلة ونطس اه مفيش عنده اي سيمتز او اي سيموتاماتيك. هياخد وهياخد الاي وهياخد يبقى لازم يتخذ مع البيتا بلوكر. اه بيبقى مور ريكممندد. النون سيليكتيف نوت ريكممندد ليه عشان اه وخصوصا لو كان المريض ايه ازماتيك عشان ايه عشان البيتا تو ايه بلوكينج. وزي ما اتكلمنا في على التفاصيل بتاعت بيتا بلوكر نبقى نرجع لها لو حابين ايه اه نفتكر ايه اه اه دراكشن والا اي دي ار بتاعت الاي بتاعة البيتا بلوكر. طيب ايه هي الدراكز بقى اللي بتستخدم كبيتا بلوكر في علاج الهارت فيلير. عندي تلاتة مهمين جدا وممكن نضيف عليهم واحد تاني. البيسوبرولول الكارفيديلول الميتوبرولول ساكسينات والاتينولول. مين فيهم بيتا وان سيليكتيف? البيسوبرول سيليكتيف الميتوبرولول سيليكتيف والاتينولول ايه سيليكتيف. الوحيد اللي نونسيليكتيف هو الكارفيديلول نونسيليكتيف بيتا وان وبيتا تو وليه الفا ون ايف. طبعا كلهم اهم لو كان عندهم اه لو كان المريد ده ازماتيج معادة الكارفيدلول. اللازم يكون وليس و ديت مهمة جدا و لازم نفرق ما بين الايه? ما بين والتارترق. مهمة جدا نبقى عارفينها اتمة مليجرام مرة. خمسة وعشرين ملي جرام مرتين. الهاتين ملون ممكن من خمسين لميتة ملي جرام بر ايه? من خمسين لميت ميلي جرام ده كده بالنسبة للايه للبيتا بلوكر ودوره في علاج طيب لو كان في مريض ماشي على البيتا بلوكر احنا اتكلمنا قلنا ان فيه تلات حاجات بيزيدوا اتكلمنا على انجوتينس انتو عرفنا بنوقفها بالاس انهبتور او او الاربس وبعد كده النور ادرينالين او نور ابنيفرون بنوقفها بالبيتا بلوكر الحاجة التالتة كانت مين الالدوستيرون بيزيد فهنعمل ايه? هنديل حاجة ايه? الخلي دوجاكس انه هنرجع له دلوقتي هنخلص بس الجزء بتاع الالدوستيرون 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 انتاجونس زييمين لو نفتكر في الجزء بتاع الانتردكشن تكلمنا عليه في الالدويوري тип اللي هما البوتاسيوم وهما عرفناINTERPOSING Bulac ger وهن في منها نوعين صونديوم تشانل وايه والدوستيرون انتاجونس اللي هما كانوا الاسمالينولكتون والالبري نون نوعرف ان الاسماوليوليولكتون دا بيقفل الريسيبتورز نونسيلكتفلي. اما الاليبرينول بيبقى على ايه? على آآ نوع معين من آآ ريسيبتورز. آآ اه هي الافكسي بيقول لك آآ شود بي كونسيدرد ان اول بيشنت ويز كلاس ثري ان دي كلاس فور هارت فليار هو آآ ريسيفنك ثيرابي ويز اسي نهيبتور دايوريتيكس ان دي بيتا بلوكر. المريض ماشي على دايوريتيك وماشي على ايزي وماشي على وعنده آآ ومصنف ان هو كلاس ثلاثة ويه او كلاس ايه? او كلاس اربعة من يعني هو من النوع اللي هو كلاس ثلاثة يعني عنده في في اه 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 او يكون عنده وهو ايه اه تريست يبقى همشي على اربع حاجات هيمشي على دايوريتيك وهيمشي على والبيتا بلوكر والالدوستيرون ايه والالدوستيرون